موسيقى بعد يومين من هجوم استدفى ناقلة نفط طائرة مطيرة حاصرت سفيرة في خليج عمان الولايات المتحدة تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الكوثين الموالين لإيران ثلاثون مختطفا في سجن المخابرات في صنعاء يواصلون الإضراب على الطعام منذ أسبوع ارتفاع وعدد الإصابات بحمى الضنك في تعز إلى أحد عشر ألفا وخمسمائة حالة منذ مطلع العام موسيقى تسعة من السدهات بالقصة أهلا بكم في نشرة الأخبار تقدمها أمال علي واستهلا باحمرة قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير وفق ما نقلت وكالة رويتارز للأنبع ووقع هجوم على ناقلة نفط قبال تساحل سلطنة عمان الثلاثاء الماضي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه نفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأصيبت السفينة بمقذوف مما تسبب في أضرار طفيفة في جسم الناقلة في الأثناء اتهم الجيش الوطني ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ مضاد للسفن في المياه الدولية بالبحر الأحمر وقال الجيش في موقعه الرسمي سبتمبر نت أن الميليشيا أطلقت الصاروخ من صنعه وسط أو وسقط في المياه الدولية إلى الغرب من محافظة الحديدة وأكد المتحدث باسم الجيش العميل عبد المجلي أن كافة الأدلة أثبت التورط الحرس الإيراني بعملية إطلاق الصاروخ داعن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية هدوى لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين أو السلطات الإيرانية حول الأمر مؤخرا شنة الميليشيا هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبا والنشيما وقنا في محافظتي حضرموت وشبوى وسط إدانات محلية ودولية في وقت سابق الخميس أكدت الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين الملاحة الدولية وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال اتصالا مع محافظ حضرموت مبخوت بالماضي إن حكومته خريصة على حماية المصالح الاقتصادية الحيوية للمواطنين وأشار إلى أن الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها ستتعامل بحزم مع جراء ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد المصالح الدولية وخطوط الملاحة سيناريو جديد للحرب اليمنية اختيار التوقيت لتدشين هذه المرحلة مرتبط بأبعاد إقليمية ودولية وبسوق الطاقة ومهدداته الواضح أن إيران التي تحرك هذه الجماعة تسعى لخلق حالة من الهلع عند الغرب فيما يخص إمدادات الطاقة الحكومة اليمنية تبدو متفاعلة مع هذه التهديدات وسبق أن صنفت الحوثيين ميليشيا إرهابية وتحاول خلق رأي دولي في هذا الملف لكن المجتمع الدولي ما زال في طور المراقبة والتنديد لربما لا يريد إعطاء أهمية للميليشيا التي تحاول لفط الأنظار إليها ولربما أيضا يدرك حجم ومدى تأثير ما تلوح به الميليشيا ومن خلفها إيران ومع ذلك يبدو هذا السيناريو وكأنه أوصل كثيرا من الرسائل وغير كثيرا في السياسات الإقليمية وما يدور من حديث عن اتفاقات حوثية سعودية حول ضمان أمن المملكة مرجعه المحافظة على إمدادات الطاقة إلا أن البعض يرى أن تلك التفاهمات غير عملية ما لم تحز على رضا طهران التي تقف وتحرك الحوثيين في صنعاء وفي جديد هذا التوجه أعلن الجيش اليمني قيام الميليشيا بتجربة لصواريخ مضادة للسفن في البحر الأحمر وبحسب موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع فإن الميليشيا أطلقت الصاروخ من صنعاء وسقط في المياه الدولية في البحر الأحمر غربي محافظة الحديدة هذه التجربة تأتي بعد يومين من استهداف ناقلة نفط قبالة السواحل العمانية يعتقد أن إيران هي من تقف وراء هذا الاستهداف أكدت إيران التزامها بقرار حضر إرسال الأسلحة إلى اليمن ودعمها لجهود إحياء المفاوضات لتحقيق السلام جاء ذلك في رسالة بعثتها ممثلة طهران لدى الأمم المتحدة لو كانت أسوشيد بريس ردا على إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة متفجرة في خليج عمح وقالت الرسالة أن إيران تنفي الدعاء الولايات المتحدة بإرسالها شحنة وقود من وقود الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن مؤكدة أنها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الخاص بحضر الصلاح وبدل الجهود لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة حوار بين الأطراف اليمنية ولفتت المندوبة الإيرانية إلى أن بلادها تتعاون بشكل فعال مع لجنة العقوبات الدولية التي تم تشكيلها بشأن قرار حضر الأسلحة في المقابل أكدت الولايات المتحدة استمرار دعمها للسعودية في الدفاع عن نفسها ضد اعتداءات الحوثيين الموالين لإيران بحسب قولها وأكد جون كيريبي منسقة لاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القوم الأمريكي وواشنطن تواصل تزايد الرياض ببعض قدرات الدفاع الجوي في إطار الدعم المستمر حاليا ولفت إلى أن قرابة سبعين ألف أمريكي بمن فيهم بعض العسكريين يعيشون ويعملون في المملكة من جانبها قالت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة ربما أوريما بيلت بندر أن العلاقة بين الرياض وواشنطن أكبر من مجرد صفقات لبيع الأسلحة وأكثر من مجرد علاقات تنحصر بالنفط في سياق آخر أعلنت ميليشيا الحوثي تأييدها لخطوات سلطنة عمان لتحريك ملف السلام في اليمن وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية تعوى وقال القياد في الميليشيا مهدي المشاط إن دور سلطنة عمان وجهودها الساعية لتحقيق السلام العادل ووقف ما وصفه بالعدوان ستظل خالدة حد تعبيره وأكد تمسك جماعته بخطوات مسقط في تحريك ملف السلام العادل والشامل حد زعمه وتلعب سلطنة عمان دورة وساطة بين ميليشيا الحوثي والسعودية منذ أشهر وذلك بمعزل عن الشرعية اليمنية وقالت تقارير ثابقة إن المشاورات التي تجري في مسقط تشهد تقدما مشيرة إلى التوافق على عدة ملفات تتعلق بأمن الحدود والعجمات وكذلك الروادب في موضوع منفصل قالت ميليشيا الحوثي إنها اتفقت مع الأمم المتحدة على توفير سفينة بديلة مكافئة لتفريغ خزان صافر النفطي المهدد بالانهيار قبالة الحديد وزعم رئيس لجنة تنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر التابعة للميليشيا إن جماعته بذلت كل ما يمكن لتسهيل مهمة الأمم المتحدة لتفادي كريثة الانسكاب النفطي وعليها أن تتحرك بجدية وقال إن جماعته تتعاطى بجدية مع ملف صافر وتحاول فصله عن الوضع السياسي والعسكري محملة دول التحالف الأمم المتحدة مسؤولية حدوث أي انسكاب نفطي ذو كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها ستباشر تنفيذ خطة تفريغ ناقلة في ربع الأول من العام المقبل وقال الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن دفادي كريسي أن هذه العملية التي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون دولار ستستغرق أربعة أشهر في شأن آخر يواصل نحو 30 مختطفا في سجون مليشي الحوثي إضرابهم عن الطعام منذ أسبوع احتجاجا على تصاعد وتيرة الانتهاكات ضده وقال مصدر حقوق إن المختطفين في سجن المخابرات في صنعاء يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ الخامس من الشهر الجاري رفضا للاعتداء والتعذيب الذي يتعرضون له على يد مشرفي السجن وأشار المصدر لأن من بين المختطفين مرضى يشكون على الموت فيما تتعمد مليشي الحوثي منع إدخال الأدوية إليهم وأنشهد الأهالي المختطفين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية نشهدوهم سرعة التدخل لإنقاذ ذويهم من السجون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بعقهم وللحديث أكثر ينضم إلينا سالم عيضة وهو شقيق أحد المختطفين في سجون مليشي الحوثي مرحبا بك أستاذ سالم بداية ما المعلومات المتوفرة لديكم بخصوص شقيقك المختطف في سجون الحوثي في صنعاء والله صحتها مرحبا بثلت التعذيب الكهرباء هذا اللي يوصل لنا حاملنا والماء البارد وكثرة لبرطة والآن لخمسة عشر يوم وهو مضرب عن الطعام بدون استجابة ولثمان سنوات بدون حكمة ومحاكمة وتحويل ملفة لنيابة وقوق هذا كله يتعرض للتعذيب قلت أن نيابة صنعاء أبلغتكم أن شقيقك ليست عليه أي تهمة إذن لماذا لا توجه النيابة بالإفراج عنه؟ نعم بسبب تأخير ملفة من الجهاز الأمن المقابرات هل هناك من يتابع القضية للتعامل مع هذه الجهات التي تعرقل قضية الإفراج عن شقيقك؟ كلمنا جميع المنظمات الجولية ولكن لا توجد أي فائدة معهم هل حاولتوا التواصل أنتم كعائلة لأحد المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي من المنظمات المحلية والأقليمية أو حتى الدولية على الأقل تستطيعون التواصل بشقيقكم في سجون ميليشيا الحوثي؟ تواصلنا مع المنظمات الجولية ومع الأستاذ علي الديني وزير منظمة حقوق الإنسان ولكن ما في استجابة لا من المنظمات ولا من أي جهة متى كان آخر تواصل مع شقيقك؟ اليوم ما الذي أخبرك به؟ لا خمسة عشر يوم ومضرب عن الطعام لا يومنا هذا خمسة عشر يوم لم تتمكنوا من التواصل معه وكانت أول تواصل اليوم أطلعكم على وضعه في سجون عن حالته عن حالة أصدقائه ورفاقي من المختطفين والمعتقلين في سجن الحوثي لأن هناك أخبار تتحدث دائما عن قيامهم واستمرارهم بعملية احتجاج عن طريق الإضراب عن الطعام لا أكلمنا عنه أنه مطلق أن الطعام هو واحد أصحابا معه لأنه مصدع عشر يوم وفي بابل يتعرضوا بالتهديد هل تحب أن تقول شيء في هذه المكالمة مناشدة للجهات؟ رسالة؟ نعم نعم نطالب من الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة والصليب الأحمر وكل جهة أن تتدخل في إنقاذه والإفراج عنه شكرا جزيلا لك السيد سالم عيضة شقيق أحد المختطفين في سجون ميليشي الحوثي أعلنت الأمم المتحدة حاجتها بشكل عاجل إلى 12 مليون دولار لتوفير مستلزمات الشتاء لألاف النازحين في اليمن بغرض حمايتهم من مخاطر البرد وذكر مكتب تنسيق شرون الإنسانية في اليمن أن شركاء عمل الإنسان بحاجة ماسة لتوفير مستلزمات الشتاء لأربعة وخمسين ألف شخص من الفئات الأشد ضعفا التي ستعاني من انخفاض درجات الحرارة حول هذه النار يجتمع هؤلاء النازحين بأيد باردة وجو قارس يبحثون عن بعض من الدفء لم تعد القذائف الخطر الوحيد الذي يهدد تجمعات النازحين اليمنيين فالشتاء القارس اليوم أصبح عدوا طارئا يفاقم معاناة الأسر المشردة في العراء ويزيد الوضع قساوة مع الفيضانات والأمطار والعنف المتصاعد تقول الأمم المتحدة أنها بحاجة ماسة إلى 12 مليون دولار لتوفير مستلزمات الشتاء لأربعة وخمسين ألف أسرة من الفئات الأشد ضعفا من النازحين في هذه الخيام المصنوعة من الأغطية البلاستيكية أو القماش تعيش آلاف الأسر منذ سنوات تعاني ويلات البرد مع انعدام وسائل التدفئة وضعف وغياب الدعم من الحكومة والمنظمات الدولية والأممية التي قلصت تدخلاتها جراء نقص التمويل خلال العام الماضي سجلت الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب التي تضم أكثر من مليوني نازح وفات عددا من الأطفال جراء نزلات البرد الشديدة ومع تغيرات المناخ وتوقعات انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير تبرز أهمية إمداد النازحين في المخيمات بالبطانيات والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة لحمايتهم من المخاطر الصحية جراء البرد القارس تسببت الحرب المتواصلة في البلاد منذ سبع سنوات في نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص الكثير منهم يعيشون في مخيمات لا تقيهم حرارة لهيب الصيف لذلك قالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوسي إن أكثر من ثمانين مولودا من حديثي الولادة يتوفون يوميا في اليمن وأكد بيان صادر عن الوزارة أن 39% من نسبة الأطفال حديثي الولادة في اليمن كل عام يولدون خدج حيث يولد في العام مليون ومئة وعشرون ألف طفل وفادت مصادر طبية بأن أرقام وغى أفايات موليد الأطفال ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الانقلاب الذي قامت به ميليشي الحوسي في سبتمبر 2014 جراء انهيار النظام الصحي في البلاد أعلنت السلطات الصحية في تعز ارتفاع عدد الإصابات بحمى الظنك منذ بداية العام إلى 11 ألفا وخمسمائة حالة منها 17 حالة وفاة وقال مكتب الصحة أنه منذ مطلع الشهر الماضي سجلت 12 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف إصابة معظمها في مدريات المدينة والقاهرة والصالة والمضفر والخميس أعلن المكتب تشين الجولة الثالثة من حملة الرشة الضبابي لمكافحة البعوض الناقل بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين نبقى في تعز حيث يهدد مرض وراث ثلثي سكان قرية الزائدة في الريف الجنوبي للمدينة قلت مصادر طبية أن المرض يصيب العشرات بضمور الخلايا العصبية ويتزايد نتيجة استمرار زواج الأقارب في القرى وأشارت المصادر إلى غياب كلي لدور الجهات المعنية للحد من تفاقم المشكلة والتوعية بضرورة إجراء الفحوصات اللازمة قبل زواج الأقارب تقعد القرفصاء فاطمة إلى جوار شقيقتها غصون بعد إصابتهما بضمور الخلايا العصبية في الجسم المرض الوراثي الذي أصاب العشرات بقرية الزائدة في ريف محافظة تعز أنا واردي ثنين بنتبوني واختي وانسباتي ثلاث مصابي وابن واحد من الزائدة ابن أحمس مياعيل ابني بتعميه كرموا صابين هذا بالمرض هو ضمور قالوا بالعلوق والعصاب خبرهم زعم مرة ضمور ولا بتحكوك بالعضاء داوينا مع عمليات أنا في أي شيء بني يفتك هذا المرض بعشرات الأشخاص هنا ويتهدد قرابة ثلث قرية الزائدة الخمسين عبدالواحد البناء بدأت أعراض المرض تخضله في الماشي والتي تظهر عليه بالتدريج وبالرغم من جو تلك المأساة إلى أن زواج الأقارب مستمر في القرية وهو ما يضعهم أمام مصير منتظر بين حامل للمرضي ومصاب به بدأت وقع في المفاصلة والماء وضج زقح يعني تبرقوا له جيمة الغارية والماء أشوف بعد فترة إلا هو في ضمور بالقهال يسيرة يعني بالقهال يسيرة مرة ضمور ذا حين يعتبر خصية من العام يعتبر تأثير كثير على العام على قبل العام بالعصاء هذا الذي يعني بالقسم وفي الظهر يعني أوقع كثير يعني ضمور وهذا يعتبر لله تركيب العصاء وزارة الصحة من جهتها أصدرت قبل ثلاثة أشهر تعميما يلزم بإجراء فحوص طبية قبل الزواج للحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية لكن كل تلك المساعي ذهبت أدراج الرياح لا يتم العقد إلا بفحوصات قاهزة المفروض لا يكون فيه تنسيق بيننا وبين القهات القبائية عشان تمنع أي قواز إلا لما يكون زواج إذا فيه إجراءات فحوصات سابقة قبل الزواج طيب هل يتم هذا الكلام؟ لا لا ما يتمش عاقة تغير عادية في إسقاطات في إقهادات يوميا توصل لنا لكن للأسف نحن ما نقدش نعمل حاجة ما الحل الوحيد أنه يتم إيقاف الزواج إلا بعد عمل الفحوصات اللازمة قبل الزواج وفقا لتقديرات فإن معدلات زواج الأقارب في اليمن تصل إلى خمسين في المئة لسيما في المناطق الريفية التي اعتادت على ذلك النمط منذ أزمنة غابرة في ظل استمرار زواج الأقارب يكاد هذا المرض أن يعصف بقرية برمتها وباتت حياة الكثير هنا بين وجع الإعاقة ومرارة مصير الأجيال القادمة وسط غياب كلي لدور الجهات المعنية للحد من تلك الغصة التي تسابق الزمن وتتسع رقعتها يوما بعد آخر إبراهيم سعيد قناة بالقيس تعز عثر سكان في محافظة عدن على جثة فتاة داخل منزل بمدرية التواهي عقب يوم واحد من اختفائها وقالت مصادر محلية أن فتاة في مطلع العقد الثاني عثر على جثتها في أسفل أحد المنازل المجاورة لمنزل عائلتها وعليها آثار إصابات بآلات حادة وأضافت أن وحدة من قوات الشرطة اقتحمت منزلا في حي أمين الشعبي بعد الاشتباه بأحد الشباب في الوقوف خلف واقعة اختفاء الفتاة قبل أن يعثر عليها أو يعثر عليها مقتولة في وقت لاحق وأشارت المصادر لأن قوات الشرطة اقتادت المتهم لبدء إجراءات التحقيق في القضية فيما نقلت جثة الفتاة للمستشفى للفحص وتشريح سطى قيادي في ميليشيا الحوثي على قطعة أرض تابعة لمواطنين بمحافظة إبو الخاضع لسيطرة الجماعة وقالت مصادر محلية أن القياد الحوثي مصطفى المتوكل استقدم حملة عسكرية للاعتداء على أرض تابعة لأسرة بيت عبدالله سالم في منطقة السحول وقام بالبناء فيها وأضافت أن الأسرة الملكة للأراضي لجأت إلى الجهات الأمنية في المنطقة لكنها لم تستجب لفتة إلى أن القياد الحوثي يدعى أو يدعي ملكية الأرض وأطلق تهديدات بتفجير منزل بعض أفراد الأسرة وتشهد محافظة إبو عمليات نهب لأراضي ومتلكات أخرى لمواطنين من قبل نافذين حوثيين بقوة السلاح في المقابل افتتحت في مدرية العبر بحضر موت مدرسة للتعليم الأساسي بمنطقة القائمة بتمويل من شركة كلفة للنفطية المحدودة وجاء افتتاح المدرسة لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية واستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وإدراج النازحين من مناطق الصراع لتمكينهم من الخراط في الدراسة هدوى تحتوي المدرسة على ثلاثة مستويات تعليمية يستفيد منها طلاب وطالبات منطقة القائمة والمناطق القريبة منها في مدرية العبر هذه الجهود كبيرة جدا نشكر درية أساسية السلطة المحلية بهذه المدرية على المتابعة مع الأهالي أيضا وعلى توفير هذه الخرامات بشكل مستمر وعلى تواصلها مع الشركة وأيضا مع تواصلها مع الجهات العلية سواء السلطة المحلية بوالي وصراحة ظلموت وأيضا مع منظمات الدعمة في الجانب التعليمي وسنشاهد وتم توقيع الكثير من الاتفاقيات الآن في بناء فصول في مدقة وديعة وأيضا في مركزة المدرية هذا كله جاء أتى بجهود نصوطها محلية بمدرية مع علاقتها مع المنظمات فالحمد لله اليوم نفتح هذه المدرسة وبحضور الأخ الوكيل المساعد والتشهير عشون الوادي وكذلك نقدم الشكر لشركة كلفالية المولى والحاضرين جميع وندعو الأهالي لمزيدا من التعاون مع التربية وندعو كذلك الشركة كلفالية لتقديم المزيد من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع لصالح المواطنين في هذه المنطقة يعتبر هذا المشروع هو المشروع الثاني في مديرية العبر حيث تم افتتاح قبل ثلاثة شهور تقريبا تسليم خزان ميات في منطقة تالكردان بسعة 100 متر مكعب مع مبوب مياه ولدينا العديد من المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام 2022 في كل من مديرية وادي العين وحورة ومديرية حريضة وجود الشركات هذه ومناطق هذه وانه قولها مناطق ممتياز انه يكون تعاون الجميع شركة لن تقوم بأي عمل ما لم يتعاون معها الآن هذه وهذا سوي عكس دور مستقبلا على تطوير الحقول بالنسبة لهم تهاية النشرة وهذا التذكير بالعنوين بعد يومين من هجوم استهدف ناقلة نفط طائرة مسيرة حاصرت سفينة في خليج عمان الولايات المتحدة تؤكد دعم السعودية في مواجهة اعتداءات الحسيين الموالين لإيران ثلاثون مختطفا في سجن المخابرات بصنعاء يواصلون الإضراب عن الطعام منذ أسبوع ارتفاع عدد الإصابات بحوم الضنك في تعيز إلى أحد عشر ألف وخمسمائة حالة منذ مطلع العام وللمزيد من الأخبار زروا مقاعدنا للإنترنت تلك الزواتي فيا وصفحاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على رأس الساعة إلى اللقاء جمعا ترجمة نانسي قنقر